قذفتهم الحرب خارج جدران منازلهم بعيدا عن مدنهم التي ألفتهم وألفوها ليجدوا أنفسهم رسوما على جدران مدن غريبة عنهم على جدران هي الأخرى مهددة بالسقوط نتيجة لغارة جوية محتملة يحاول هؤلاء الفنانون التشكيليون أن يبنوا وطنا من الألوان لنازح بلدهم التي نهشتها الحرب طيلة ثلاثة أعوام وأكثر هنا خلف جدران هاتين المدرستين بحي عصر غربي العاصمة صنعاء تعيش مئات الأسر النازحة من مدينة الحديدة وعلى صدر هذه الجدران أيضا يقضي الفنانون التشكيليون ساعة لتسليط الضوء على معاناة مئات الآلاف من النازحين الذين نزفهم الوطن خارج ديارهم اختار هؤلاء الفنانون تروس الفن عنوانا لحملتهم الفنية ليخبروا العالم أن للفن تروسا يعملون من خلالها على استمرار دوران ساعة الحياة مهما حاولت الحرب إيقافها يعرفون أن الألوان وحدها ليست كافية لصنع وطن بديلا أو بناء منزل جديد للنازحين ولكنهم يعرفون أيضا أن الألوان قادرة على رسم معاناتهم لتذكير العابرين أمامها بأن لهم إخوة يعيشون الحياة بلا منازل ولا جدران ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر